يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله حق تقاته وخافوا الله حق خوفه ومعنى تقوى الله أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايا وكيف نتق الله حق تقاته قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقال مجاهد أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائمة وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم وبالطبع إن ده أمر في منتهى الصعوبة ولا يمكن أن يقوم به إلا الملائكة فلما نزل قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته شق ذلك على المؤمنين فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون مخلصون محسنون الظن بالله فهذا أمر من الله تعالى لنا أن نداوم على الإسلام والطاع طوال حياتنا حتى إذا جاءنا الموت في أي لحظة فإننا نموت على الإسلام وعلى طاعة الله عز وجل لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وما تزرعه في دنياك ستحصده بعد الممات فاجتهد ما استطعت بالطاعات وأن تموت على الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون